طيب أعمل بمسلخ مقصب بفحص اللحوم وأحيانا أقوم بإعدام ذبائح للزبائن لأنها لا تصلح للأكل بسبب مرض وخلافه فيعود صاحب الذبيحة لمحل بيع المواشي فيعطيه ذبيحة جديدة كبدل أو يأخذ ماله كاملا هل هذا العوض بأخذ الذبيحة أو المال كاملا يجوز؟ وخاصة أن البائع قد يخفى عليه مرض الحيوان الذي قد لا يتبين إلا بعد الذبح والفحص وما هي الصورة الأصلح إن لم تكن هذه الصورة جائزة بالنسبة لهذا إذا أصبح داخلا في عرف الناس وأصبح الناس يعرفون أن لديهم طبيب يفحص اللحوم وأنها إذا لم تكن صالحة الاستعمال فستكون حينئذ رزيتها على البائع فيصبح هذا عرفا معروفا بين الناس فلا حرج فيه مثل الصورة التي ذكر لكن إذا لم يكن ذلك معروفا فجاء البائع فقال أنا أريد هذه الشاتة بعينها وفحصها ولم يخفي عنه البائع أي شيء يعلمه فرضيها واشتراها فتبين بها العيب بعد ذلك فحينئذ تكون رزيتها على المشتري وليس على البائع لكن إذا جرى العرف بهذا بالفحص بداخل المسلخ ويكون هذا كلمسروط الشرطان لأن المعروفة عرفا كلمسروط الشرطان نعم جيد